اشتركوا في القناة مع حلول فصل الشتاء تكاد شوارع العاصمة ان تغرق بمواطنيها نتيجة الانهيار البنية التحتية وتزداد الاوبئة والامراض بالانتشار مع تكدس النفايات والمخلفات في مفترقات شوارع العاصمة الحيوية ناهيك عن ازمة البنزين وسيطرة الميليشيات الارهابية على محطات الوقود واغلاقها وبيع مخصصاتها بطرق غير قانونية لم تكتفي حكومة الصراج وتباعها بكل هذا فحسب فقد اختلقت وزارة اقتصاد الصخيرات بقيادة عضو جماعة الاخوان الارهابية علي العساوي فكرة متر الانفاق لتكوين بيئة اكثر خصوبة لتسهيل عملية صرقة مال الشعب الليبي الذي يدل ويهان امام اروقة المصارف للحصول على جزء لا يكاد يكفيه تلبية ابسط احتياجاته ميزانيات بالاف الملايين يصرفها الصديق الكبير والذي يستحق لقب الصارق الكبير كونه احد اهم اعمدة الفساد في الدولة بالشراكة مع علي العساوي ميزانيات والوف مؤلفة تصدر اللجان الوهمية اذناتا بصرفها لترسى في جيوب الجماعات الارهابية لتقتيل ابناء الشعب الليبي وتحقيق اوامر رعاة الارهاب